السلام عليكم تحية خاصة الى كل متابعي قناة هدا كرافت والى المتابعين الجدد بعد ما بالفيديو السابق كملنا صفحة الاولى واللي هو هذا شكلها وان شاء الله اتفكلكم الرابط الخاص بها في صندوق الوصف اليوم راح نعمل او نشتغل على الصفحة رقم اثنين طبعا حضرت هذه الصفحة وغطيتها بطبقة من الجسو او ممكن تغطوها بطبقة من الوان الاكرولك اللي باللون الابيض هنانا عندي هذا الختم اللي هو بشكل باقة من الزهور راح احاول انه استخدم البرسافين والكلير امبوسينج باودر يعني اطبعها على الصفحة ما متوفر عادكم عادي ممكن اي صورة يعني صورة ورود ممكن ستيكر يعني اي شي متوفر عادكم حتى لو تكون يعني ورود اصطناعية من الورق ممكن يعني اطبقوا نفس الفكرات فهذا الباودر اضيفه على الختم نفسه وبعدين اعرضه للحرارة فالباودر يعني بالحرارة راح يذوب ويتحول الى دائم يعني فتلاحظون بدا الباودر يذوب ويثبت على الصفحة وهنانا فكرت انه الصق ورقة او صفحة اخرى بحيث انطي هذه الصفحة نوع من الثخن والمتانة المهم الان راح نستخدم الاستنسل فعندي هذا الاستنسل اللي هو بشكل الطابوق وراح استخدم معه التكستر بيست اللي هو صناعي الدوية ان شاء الله اترك لكم الرابط الخاص بطريقة عمل هذا المعجون يعني فيه ممكن انه جماعة يستخدمون معجون الحيطان يعني ينطي نفس النتيجة ما متوفر عدكم الاستنسلات عادي ممكن تاخدون قطع ورق وتقصوها بشكل الطابوق وتركتبوها ممكن يعني تحصلون على نفس النتيجة فالمهم راح احاول انه يعني اضيف هذه الاشكال باماكن مختلفة من هذه الصفحة فالمفروض هذا اتركه يعني لمدة ربع ساعة لحد ما يجف او ممكن انجفف احنا باستخدام المجفف وبعدها نبدي بالتلوين بالنسبة للتلوين راح احاول انه استخدم الالوان المائية تلاحظون احاول انه اغطي الصفحة بالماء رغم انه هذه يعني الصفحة مو من يعني الاوراق اللي تتحمل الماء لكن بما انه غطيتها بطبقة من الجسو فممكن يعني اقوم بهذه الخطوة المهم غطيتها بالماء راح استخدم هذا النوع من الالوان المائية وراح ابدي الوان بالطريقة اللي شاهدوها طبعا وجود الماء على الصفحة راح يساعد على انتشار الالوان بطريقة يعني تكون طريقة فنية او ممكن تطين تأثير حلو اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة وهذه شكرا